روحوا ما بين 12 ل 16 و 17 سنة جوا النادي الاهلي بيتفرجوا في الشاشات جوا لما يشوف النادي الاهلي بيحقق البطولة بالاعجاز دك العادة حيتربى على ايه؟ لو هو مش حابب يولعي الكرة حيتبنى عنده تحدي واسرار وعزيمة يشتغل لغاية اخر ثانية وهو ده الاهلي اللي بيبني اولاده عشان كده ما تستعجبش عن طالع من عندك وزراء وطلع عندك في اماكن مهمة في الدولة الف الف مبروك مرة تانية وثالثة ومليون لجمهور النادي الاهلي في كل مكان من اسوان الاسكندرية في الامارات والسعودية والرسائل اللي جات لنا قبل الحلقة من فلسطين وربطة فلسطين في ربطة النادي الاهلي في فلسطين حاجة تفرح الناس بنتواصل معاها في قمة السعادة والشاشات اللي موجودة والفرحة لنادي الاهلي جمهوره عاملها في كل مكان فبوزبي والامارات في البحرين والاردن كل الاهلوية في كل مكان الاهلي ده يا جماعة عظيم الاهلي ده كبير الاهلي اللي بيعمله اعجاز وانجاز وتحدي كبير مش ملاحظين نقطة تتواصل الاجيال ويستمر العطاء هي جملة انتخابية بس ده على ارض الواقع حصل مع كل اللي اداره النادي الاهلي السنائية موجودة تغيب شويتين وترجع تاني مع مين مش مشكلة اي حد يمثل النادي الاهلي اي حد بيشتغل النادي الاهلي النقطة الاخيرة موسم استثنائي في النجاحات العاب جماعية العاب فردية فرقة الكورة تنس التاولة انا مش عايز انسى حد بسكت هندبول السنادي افريقيا كل واخد افريقيا يا رب كملها يا رب يا رب يا رب كملها ببطولة افريقيا اللي كلنا منتظرينها الفريق كامل متكامل وكلنا ورا الفريق يا رب يا رب باسم كل الاهلوية تحقق لنا البطولة دي اللي هتسعدنا اكتر واكتر واكتر عشان وحشنا اللي احنا نروح كاس العالم ويا رب مضاعفة جمهور الاهل مبارح ما اروح هزي انا بنق انصورة الناس اللي انا شفتها اللي انا كنت قاعد وسطها اللي انا فخور اللي هما بيقولولي كده اقول اللي احنا الاهل ده مصدر فخور وسعادة لنا نسيت حاجات كتير جدا اقولها من فرحتي نسيت في الوقت اللي احنا بيبقى لامور صعبة قوي ربنا بيفتحها وبيسرها علينا عشان اخلاص النواية الف الف مبروك لكل الاهلوية في كل مكان فرحتونا واسعدتونا و و و و ونطلع دلوقتي كمان بتقرير الاهلي الكاس يعود لبيته و ودولاب البطولات صدقوني وبنطلب مجلس الادارة في الشيخ زايد بقى وفي مدينة نصر يعمل لنا دولاب بطولات تاني عشان ان شاء الله لسه فيه المزيد فيه اجيال جاية وفيه اجيال موجودة طول ما هي لابسة فنلة النادي الاهلي هتقاتل عشان ترفع من شأنه وهتقاتل عشان تزود عدد الكاسات اللي يروح الجزيرة ما بقاش فيه مكان عشان كده معنا الكاسين جبناهم من غرفة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي النادي الاهلي اللي انا بشكره للراجل فيه مجهودات كبيرة في النظام ولما بنحتاج اي حاجة ما بتأخرش عننا حاجة مشرفة واكيد كمان لازم مهم جدا نعمل معاه مداخلة بعد شوية عشان نتكلم معاه في اللي انا حكيته وهو كمان اضرب اللي انا عايز اقوله عشان التنظيم المباراة اللي جاية لكن قبل ما نروح للتقرير مش هنيقاس اللي احنا نتكلم عن قضيتنا وهو جمهورنا محروم اللي يبقى موجود في المدرج لكن هنشتغل وبواعدكو اكتر من الاول اللي ازال جماهير تبقى موجودة تساند وتدعم لان احنا بنحقق بطولات دي كلها او بطولاتنا عشان كل اهلاوي يفرح افرحوا اهلاوية و الف الف مبروك على الكاس والدوري وان شاء الله بطولة افريقيا نطلع لتقرير الكاس يعود لبيته ونرجع لحضراته